في أحد المرات رئيس جهاز المساد الإسرائيلي كتب أو حذر في مقال من أن الخطر الحقيقي الذي يهدد وجوز إسرائيل ينبع من طريقة الحكم في إسرائيل والقوى التي تتصارع وليس من الخطر ربما الإيراني أو التهديدات الخارجية وما إلى ذلك الناخب الإسرائيلي اليوم هل يعي ذلك؟ هل يركز اليوم على المرشح الذي سينظم الحياة السياسية والديمقراطية بمفهوم الإسرائيليين أم يركز على من يحمي إسرائيل من أي تهديدات خارجية؟ أولا نتنياهو حكم إسرائيل عشر سنوات بسياسة تخويف نتنياهو كان يخوف الشعب الإسرائيلي من الفلسطينيين ومن غزة ومن حزب الله ومن إيران وفي كل مرة كان يدعي أن إيران اقتربت من القنبلة الذرية وإحنا في خطر ونحو إسرائيل وجودها وعدم وجودها ومن هذه الناحية كان يجمع حوله الناس المتطرفين تجاه الفلسطينيين واتجاه غزة واتجاه حزب الله وأيضا من أجل إيران وعلى نفس النمط بنيت بنيت هو تلميذ من تنميذ نتنياهو أيضا استعمل أسلوب التخويف وإيران 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 في الفترة اللي حكمها ففيش أسبوع ما كانش بهاجم إيران وحتى استخدم الموساد لاغتيالات وعمل علماء واغتيال بعض الشخصيات الإيرانية بمعنى آخر معني بعملية تخويف الشعب الإسرائيلي من إيران ومن المخاطر اللي بتجاه معلية التخويف يعتقدوا أنه هاي بتجمع المواطنين الإسرائيليين حولهم ولكن أنا في اعتقادي هذه السياسة فاشلة في النهاية صار الصرع على السلطة ومن يكون في السلطة والخلاف الداخلي ما بين إسرائيل صحيح سيؤثر على إسرائيل وأنا في اعتقادي مظاهر هذا الخلاف بدأت في هذه المرحلة لأنه كان فيه هناك استخدام العنف اللفظي اتجاه بعضهم البعض والتهديد بالقتل والتهديد بالخطف والتهديد أسر السياسيين وهذا كان ما بين الطبقة العليا أو الطبقة السياسية إذن الآن في الانتخابات القادمة أنا في اعتقادي راح تكون فيه هناك عنف ويمكن يصل العنف إلى القتل كما حصل أيام رابين وهذا ممكن جدا هذا الخلاف الداخلي في داخل إسرائيل المشكلة الآن الاستراتيجية أن الشعب الفلسطيني اللي موجود على أرض فلسطيني اليوم يزدأ أكثر من خمس ملايين إلى ست ملايين فلسطيني والنهر للبحر والإسرائيليين أيضا يساوي ست ملايين إلى سبع ملايين على هذه الأرض هذا الواقع نحن متجدرين ومتجانسين وكلنا فلسطينيين إنما الإسرائيليين حتى اللغة لا يستخدموا اللغة كلهم وهناك لغات مختلفة يستخدموها وأيضا العلاقاتنا بينهم وأيضا العلاقات الداخلية في إسرائيل أيضا الاجتماعية ليست متساوية وهناك عنصرية حتى فيما بينهم وهذا ممكن أن يؤدي إلى تفتيت المجتمع الإسرائيلي في أي مواجهة